السلام خير انا الدكتور ايهاب ندا استاذ الانف والأذن والحنجرة واستشاري الانف والأذن والحنجرة وجراحات الأذن الدقيقة بمستشفى وادي النيل السادة الزملاء الافاضل عايز اكلمكم النهاردة على موضوع برضو في دي بيت شوية حبتين اللي هو ضعف السماء عند الاطفال التدخل بزراعة القوقاع لان دي برضو جزء شائك ومش كل الناس عندها المعلومات الكافية عنه دايما لما بيجي لنا طفل بنشك ان هو ما بيسمعش يوجولي بنحاول نسأل عن هل فيه كونسانجوينيتي ولا لا فيه اعرابة بين الاب والأم ولا لا نمرة اثنين هل فيه فاميلي هستري لحاجة زي كده ولا لا نمرة ثلاثة بنسأل الاب والأم يعني هل انتوا لاحظتوا ضعف السماء ده فيه ناس بيقوباري ولا ادجوكيتد فبيلاحظوا الحكاية دي من بدري وفيه ناس بتاخد لهم وقت طويل على بال ما يلاحظوا ان الطفل بما بيسمعش بودن او باللتنين عامة اذا احنا شكينا ان فيه ضعف السماء الاول نفكر هاو تو بريفنتد تو بريفنتد ان احنا بنعمل نيو نيتل سكرينينج يعني دايما دي حاجة موجودة في اوروبا وبعض السنترز الكتيرة هنا هو فيه مشروع قاومي لها بالزد اذا بناها هيئة التأمين الصحي بتفكر فيه ان احنا زي ما بنعمل اختبارات الغلد الدرقية لكل طفل بتولد ان احنا برضو لازم نعمل مسح لضعف السماء عشان نبقى مشخصينه من دي وان من الولادة فدي اول حاجة التانية ان احنا بنحاول نوعي جمهور الناس على جواز القرايب وعلى ان احنا نخلي بالنا من ان احنا نركز في موضوع ضعف السماء وانه ادجوكيت البيبل اللي هما مستوى الثقافة الطبية عندهم قليل شوية ان اي سخونية او حرارة في سن الطفولة في اول سنة او اثنين ممكن تأدي الى انها تصيد الطفل بضعف في السماء دي حاجة الحاجة التانية ان احنا بنوبادر ان احنا نعمل حاجة اسمها ABR يعني عايزين نتطمن ان الطفل ده السماء بتاعه اخباره ايه مش هنخسر حاجة طبعا ان لو فحصنا المريض ولقينا فيه مثلا ارتشاح خارف طابلة الأوزلوتايتس ميليا وديفيوجين والكلام البسيط ده امره سهل جدا دوائيا او very minor procedure لو احتاجنا انما it's better always ان احنا نحاول نبص على الABR نشوف الطفل ده السماء بتاعه اخباره ايه لو لقينا فيه continuous deterioration في الهيرنج على مدار الشهور نبدأ نركز معي نبدأ الاول بالهيرنج ايد نعلمه ان هو يستعمل السماع ساعات ده بيبقى كافي لو ادن واحدة او لو الموضوع بسيط لو الموضوع progressive الى ان فقد السماء تماما ولقينا الدد اير على الناحيتين خلاص يبقى هنا نفكر ان احنا نبدأ نعمل cochlear implant يتوجه المريض للتأمين الصحي او يشوف الوضع التاع ايه نعمل اشعة مقطعين نتاكد ان البوني ستركتشور او ده اير موجود بنعمل امر اي نتاكد ان صوفتيشو ستركتشور او ده اير والنيرف والسنترز موجودين مفيش اي مشكلة مفيش ريترو كوكلير ليجيو مفيش اي سبب خالص يمنعنا عن زراعة القوقعه وبعد كده هو اطمع الABR بنبدأ ناخد قرار اذا كان يجب ان تبقى الكوكلير فيها شوية هير سلز لازم عشان خاطر احنا نبدأ لها ونعمل كوكلير ويكون النيرف انتاكد ويكون الستركتشور موجودة مفيش كونجينة الانومليا تعوق في بعض كونجينة الانومليز بتخلي العملية كونترا انديكيتد وفي بعض كونجينة الانومليز بتخلي العملية ممكنة بس تكونوا عارفين باجهزة معينة نحطها زي الوان او هاف ترلز والمونديني والانكمبيت والحاجات دي كلها انا مش هخش في تفاصيل وديتيلز كتيره انما ده اليوجوي الالوجريثم how to diagnose how to prevent how to diagnose and how to manage the hearing loss in children اذا كان المريض كاندددت في كوكلير امبلانت زي ما قولنا وبنعمل الانفستيجيشنز التي عملناها دي بنبدأ ان احنا نرفرهم لحد من الكوكلير امبلانت سرجن او الاطولوجست يعني اللي موجود في التخصص الان في اوزن لان هذه العملية ونحن لا نوع لكل انتشاكل او نحن كشان الانفستيجيشن هم يعني كثير من الانفستيجيشن الموجودين في جمهورية مصر العربية اللي بقدروا يعملوا هذه العملية كلهم اسادزة افاضل وكلهم لاشطرين جدا نوجيههم الى اقرب واحد لينا اقور انتشاكل لدينا وان شاء الله هو يقدر يقوم اذا المريض كندددت فور ديس اوشيو بيعمل لهم العملية طيب بعد كده العملية دي is just a step في نعالج المريض لان بعد كده لازم في post operative period بنتطمن ان everything is اوكي جراحيا بعد كده يبدأ الريهابيليتيشن ده كانت التخاطب ده كانت التسامعيات it's team work ما هيش وان من شو هو فريق كامل من ريديولوجست ان تي سيرجن فونياتريشنز اوتولوجست او اوديولوجست وكلنا في الاخر بنتكاتف عشان نطلع نتيجة مرضية ونرجع الطفل ده ان يمشي في المين ستريم ادوكيشن الحمد لله نتائج مبهرة الناس كتير جدا العامل دي نسبة نجاحها عالية جدا 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 واضفال كتيرة من اللي احنا عاملين دولاتي التيم بتاعنا عاملين فوق الالف حالة ما شاء الله واغلبهم بقى دخلوا مدارس عادية وبقوا نفس الage بتاعهم هو نفس الage بتاعهم شكرا زملائي الافاضل ولو في اي استفسارات او اي حاجة please refer to me to such a day شكرا